مولود برش الميزين كيف بدي يكون الأسبوع يلي بيبدأ بالتانين سبعة كنون الثاني يناير وبينتهي الأحد 13 كنون الثاني يناير هيدا أسبوع بيعتبره أسبوع يبدأ بطريقة حلوة جيدة مناسبة لألك دعمة لألك بتقدم لك الكتير وبتخدم مصلحتك إذا أنت فعلاً اتبعت نوعية الوقت واهتميت لنوعية الوقت نوعية الوقت كتير مهمة هي اللي بتأثر كيف أنت فيك تستخدم وقتك وكيف فيك تستفيد منه طبعاً للأفضل ما تضيع الوقت الثمين بهيدا الأسبوع طبعاً الشمس بس لحتى حتك بالجو الشمس بكل هيدا الفترة موجودة ببرش الجدي يلي هي البيت الرابع بالنسبة لألك إذا معاً بتتبعني كنت بالأبراج أو بالفيديو ويت الأخرى وجود الشمس ببرش الجدي بيخلي مولوك الميزان مشغول أكتر ببيته وبيعماله الخاصة حتى بأفكاره ونفسيته وكل هالأمور هي اللي بتخلي مولوك الميزان مشغول بهالأمور أكتر من أي شيء آخر فكل يوم بيومه كيف بدو يكون تقدر من خلال أبراجي اليومية على اليوتيوب كل يوم الساعة خمسة صباحاً بتوقيت بيروت يعني ثلاثة فجراً بتوقيت لندن بتقدر التابع ابتداء من هالساعة الأبراج اليومية على اليوتيوب بالنسبة للأبراج الأسبوعية الجو هو طبعاً حسب الأمر وين موجود التنين سبعة التلاتة تمانية والأربعة تسعة كانون التاني يناير الأمر موجود ببرش الدلو يلي هو برش صديق لألك رح بيكونوا تلات أيام باعتبرون تلات أيام حلوين كتير بيساعدوك بيشيلوا الهم بيخلوك تفرح تنبسط تضحك مع أصحابك مع أهلك مع الناس من حولك ومع ظروفك الخاصة يلي يمكن كانت شوي صعبة بيعطلة الأسبوع اللي مرأة إذن بانتظارك تغييرات حلوة بتساعد مولود برش الميزان إنه يصلح وموره النفسية هناك يبدو وكأنه في عندك حب رومانسية في الأجواء تلات أيام باعتبرون من أجمل أيام الأسبوع ما تتركون يمرؤوا مرور الكرام منذ ما يكون مولود برش الميزان عم بيصلح علاقة عم بيقدم شغل عم بيقدم طلب عم بيحاول أنه يوصل وعم بيجاهد بدك يجاهد ما تترك هالأيام يمرؤ مرور الكرام لأنه هني يلي بيحملو لك الحصوص وهني أفضل أيام الأسبوع الخميس والجمعة خميس عشرة والجمعة 11 كنون الثاني يناير بيوصل الأمر إلى برش الحوت وهون ينشغل مولود برش الميزان ببعض المسائل الروتينية بالبيت، أمور صحية، ترتيب المنزل، يمكن واجباته بالشغل، واجباته بالمدرسة، واجباته تجاه الآخرين صحته بلش ينتبه لحاله، عنده برميت، عنده زيارات، عم بيشتغل عليه وعم بيخلصها أما السابت والأحد 12 و13 كنون الثاني يناير في عنا الأمر عم بيواجهكم مرش الحمل بالإضافة لكوكب المريخ، يلي أيضاً عم بيواجهكم مرش الحمل يمكن تكتر عليكم بعطلة الأسبوع كم مسألة، كم شغلة، إذا أنتوا متعملتوا معا بطريقة مرينة وبطريقة ديبلوماسية السابت والأحد بيطلبوا منكم إنكم تكونوا موالي برش الميزان، أشخاص وعيين على حالكم، أشخاص هادين كتير، أشخاص رايقين، وأشخاص عم بتواجهوا الأمور بكل موضوعي وبكل رجاحة فكر وعقل، ما توقعوا ضحية المشاكل لأن الجو فعلاً ضاغط، وبعتبر السابت والأحد هني أصعب يومين بهيدا الأسبوع المواليد اللي قد تتعرض لضغوط أكثر من غيرها، معاكسي، 28 سبتمبر لـ 1 أكتوبر 2021، وإذا كنتوا من مواليد 21-22 أكتوبر، أيضاً مطلوب منكم تنتبهوا من الضغوط لا سيما السابت والأحد بدي أتمنى للجميع أسبوع حلو، بطلب منكم تتابعوا الأبراج اليومية على قناتي ببتداء من الخمسة صباحاً، توقيت بيروت، ساعة 3 فجراً، توقيت لندن، وبطلب منكم أيضاً تشتركوا بقناتي، إلى اللقاء، موثقين اشتركوا في القناة